موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس اليوم على قناة عالم التكنولوجيا سوف يكون موضوعه شرح برنامج اكس بريس فايل طبعا هذا البرنامج يمكننا من البحث عن اي برنامج او لابة نريدها على اساس تحميل هذا البرنامج سوف اضع بين ايديكم رابط التحميل طبعا رح يكون الرابط تحت الفيديو بالدسكريبشن هذا البرنامج هو برنامج يعني ثري ومتنوع يغنينا عن استعمال المتصفحات للبحث عن مقاطع الفيديو والافلام والبرامج والالعاب التي نريد تحميلها من الموقع الرسمي طبعا رح حمل البرنامج موقع الرسمي رح اضع الرابط تحت الفيديو بالدسكريبشن تأخذوه لسخ وتحطوه بصفحة جديدة بالمتصفح لسخ تفتح هذه الصفحة ننتظر شوي تجينا هذه الصفحة ننتظر خمس ثواني تضغط على تخطي الاعلانات تضغط على تخطي الاعلانات مثل ما انتم شايفين بلش يحمل معنا ننتظر شوي لي خلص تحميل طبعا هو برنامج صغير ما بده كتير يعني ننتظر شوي لانتظر شوي طبعا هاي ايكونة البرنامج راح نسحبها على سطح المكتب نسكل المتصفح حلا ما عاد بدنا اياه نسحب ايكونة البرنامج لسطح المكتب لنبلش تثبيت مثل ما انتم شايفين هاي الايكونة نضغط عليها مرتين و مثل ما انتم شايفين هاي الواجهة على البرنامج نشيل العلامات من هون نضغط على start download يبلش هاي يفتح معنا مثل ما انتم شايفين تيجينا هاي العلامة هون طبعا نسكر المتصفح هو راح يعمل يعني اتصال على الموقع الرسمي تاعه لهيك فتح المتصفح مثل ما انتم شايفين البرنامج يعني سهل ما بده يشرح ولا شي تيجي هون مثلا بدك تحمل اي شغلي طبعا راح يجيب لنا روابط تحميل مباشر تضغط على paste مثلا 2013 2013 مثل ما انتم شايفين نضغط على enter راح يبلش هلا يدور عليها مثل ما انتم شايفين طلع انها روابط مباشرة طبعا هدول كل الوابط انت تختار يعني الرابط اللي بدك اياه مثل ما انتم شايفين مثلا راح نختار هاي اول واحدة نضغط على telecharge او ما بعرف انت شو تكون عندك download او هيك download او discard حسب لغة يعني جهازك انا لغته فرنسي لهايك ثلاثة تليشارجية بضغط على secure download مثل ما انتم شايفين راح يبلش هلا يحمل معنا نختار هاي مثلا طبعا هون تحدد مكان اللي بدك تخزن عليه مثلا انا ما راح اغير يعني شيء ولا مثلا بحطه على ملف التليشارج مو بالجهاز بضغط على الجهاز اسم جهازي باختار ملف التليشارج مو بضغط اوكي راح يبلش مثل ما انتم شايفين تحميل ننتظر يعني مثلا لا يخلص طبعا انا ما راح خليه يخلص لاني مو يعني بحاجة هاي اللعبة لنزلها بس حبيت يعني ارجي يكون يعني كيف تنزله برنامج سهل مثلا نغير اللعبة yes طبعا انا راح نعيد نجرب كمان نحط مثلا شغلي تاني مثلا افاست نجرب نحمل افاست مثل ما انتم شايفين يعطينا هون هو افاست مثلا الفين واربعتاش حلا يطلع لك يعني افاست مثلا انتي فيروس تسعة الفين واربعتاش فينا السيريال طبعا بدك تحمله مثلا هاد مساحته 81 ميجا بايت افاست انتي فيروس هوم اديسيون مساحته طبعا بالكاي لوقر افاست مساحته 52 ميجا بايت مثلا بدنا نحمله نضغط على تلي شارجيه طبعا دايما تطلع لك هاي الشاشة النافذة الصغيرة لا تحدد مكان التنزيل طبعا انا راح حدد له دايما بتلي شارج مو بضغط على اوكي مثل ما انتم شايفين بلش يعني يحمل معنا طبعا انا ما راح خليه يعني يكمل ما بدي يعني يحمله بضغط على اوف ما راح خليه يكمل بضغط على اني لي مثل ما انتم شايفين بضغط على سي بريمي حتى ما يخزن للملف ونجرب مثلا كمان يدعم خاصية تحميل للافلام طبعا انا ما عندي يعني فيلمك معين بدي يجربه بس راح يجرب يعني مثلا شو بنحط اسم فيلم شو بنحط شو بنحط مثلا فيلم تيتانيك تي مثل ما انتم شايفين تيتانيك هندي او تيتانيك موفي هاش دي مثلا هيك اضغط عليها مثل ما انتم شايفين هاي يطلع عنا هون افلام مثلا نيجي لاول خيار طبعا اول خيار ولا اي واحد بدك اياه من هون كلهم روابط تحميل مباشر بس تضغط على تلي شارجيه تيجيك هاي النافذة تحدد يعني مكان التحميل مثل ما انتم شايفين تضغط على اوكي يبلش عطول يعني تحميل معك طبعا هاد فيلم تيتانيك مثل ما انتم شايفين بلش يحمل طبعا انا ما بدي يحمل ولا شي بس عم ارجيكن يعني رح اضغط على انيلي وبعدين سيبريمي لي يمسح التحميل طبعا هنو برنامج سهل ما بدي يشرح بس حبيت يعني اشاركه معكم ان شاء الله يكون عجبكم الشرح وكمان يعني اللي بده مثلا هيك برنامج معين نشرحه بس يحطنا بدي تحت الوصف يحطنا يعني بالتعليقات اسم البرنامج اللي بدي يشرحه او بده يعني تحميل الو او بده سريال او اي شيء ونحن ان شاء الله من لبيله طلبه او مثلا رح نبلش كمان نشرح العاب وهيكا وتنزيل وتثبيت العاب اللي بده مثلا لعبه معينه نشرحه وتثبيته وتنزيله يحطنا بالتعليقات هاد الشيء ونحن ان شاء الله من لبيله طلبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته